السلام عليكم ورحمة الله اهلا بحضراتكم معايا في خناتي اكلنا بالمصري ان شاء الله النهاردة هنعمل البطاطس المحمرة بطريقة اشهر المحلات بمكونات بسيطة جدا موجودة عندنا في البيت من غير ما نضيف اي مواد ضارة بالصحة وبلون دهبي جميل مقرمشة جدا من برا وطرية من جوة يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير ونقول بسم الله لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة اللي بيشوفها الاول مرة وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بفيديوهاتي اول باول في البداية حابة اتكلم عن نوع البطاطس لو عايزين نعملها صوابع يبقى البطاطس بالشكل ده هي المناسبة واحنا بنشتريها كمان نخلي بالنا نجيب البطاطس اللي لونها فاتح جدا لكن لو عايزينها شبس يبقى البطاطس الحمرة بتكون مدورة شوية وفيها اجزاء حمرة دي احسن حاجة للشبس انا اشرت البطاطس وغسلتها كويس قوي علشان نقطعها بالتقطيع بتاعة المصانع بنشير الجزء اللي فيها من فوق ومن تحت بعد كده هنقطعها صوابع طبعا في الشركات والمصانع بيعملوها بمكينات تقطيع مخصصة لكن انا بس بوصف الطريقة اللي هما بيعملوها بيها الاجزاء اللي هي اللي شلناها من فوق ومن تحت دي بتتقطع لصوابع صغيرة او شرايح صغيرة وبتبقى دي فرز تاني لكن الاجزاء اللي انا عملتها في الاول دي هي دي اللي بتتبع غالية وبتبقى درجة اولى طب ايه الفرق عن البطاطس اللي احنا بنعملها في البيت واللي احنا بنشتريها في اكياس جهزة اللي احنا بنعملها في البيت بنقطعها ونقليها في الزيت على طول لكن بتاعة الشركات بعد ما بتتقطع طبعا بيبقى فيها درجة اولى ودرجة تانية زي ما احنا قلنا دلوقتي وبتتقلي نص تسوية يعني بيحطها في الزيت بتبقى نص سوا كمان بيبقى على البطاطس كفر من بره بيخلي لونها دهبي ومقرمشة جدا بعد ما قطع البطاطس هنشوف مع بعض دلوقتي احنا هنعمله ازاي بمكونات بسيطة جدا مفوش اي حاجة ضرب الصحة خالص بستعمل الكفر ده كوباية دقيق وبحطله معلقتين نشا كبار الكمية دي بتكفي اتنين كيلو بطاطس هقلب النشا مع الدقيق وبحط نص معلقة صغيرة من الملح كمان بضيف نص معلقة صغيرة كوركم علشان يدي للبطاطس لون الدهب اللي احنا بنجيبه منبرة لكن المصانع طبعا ما بتكتفيش بالكفر ده بس بيحطوا مهواد تانية عليها علشان تحافظ على البطاطس ان هي تقعد فترة طويلة جدا لكن برضو المواد دي مش صحية زي ما حضراتكم عارفين هنيجي بقى للطريقة اللي هنغلف بيها البطاطس لو انا هقلي البطاطس كلها مرة واحدة يعني عندي مثلا كيلو وهقليه كله في الزيت مرة واحدة يبقى هحطه في مصفة كبيرة بالشكل ده وهنزل عليه الدقيق والنشا شوية بشوية وهقلب بالطريقة دي لحد ما البطاطس كلها تتغلب زي ما حضراتكم شايفين كده هي اخد الطبقة بسيطة من الدقيق والنشا لكن ما ينفعش ان انا نقل البطاطس كده على طول لان كل الدقيق ده هينزل في الزيت ويتحرق بسرعة علشان نحفز عليه ويعمل كفر حلو من غير ما يتحرق بنستخدم المية كمية من المية وبحط لها نصف انجان من الخل بقلب الخل بالطريقة دي بعد كده بنزل البطاطس على طول في المية علشان كده احنا بنستعمل المصفة مجرد بس ما بنزل البطاطس مرة واحدة بطلحها على طول ضروري طبعا ان انا كون محضرة الزيت من الاول ويكون سخن اول ما بطلع البطاطس من المية بنزلها في الزيت السخن على طول في البداية انا بخلي النار عالية لكن في خطوة مهمة طبعا الكفر اللي على البطاطس ده عبارة عندي ايق ونشا يعني مجرد ما بنحطه في المية بيتحول لعجينة علشان كده لما بنزل كمية البطاطس في الطاصة بمعلقة صغيرة مثلا وبنحاول ان احنا نوسع البطاطس من بعض علشان ما تلزقش في بعض وتبقى كتلة واحدة لكن من غير تقليب علشان الكفر اللي على البطاطس ده ما يطلعش وانا بقلبه كمان هي بتكون طرية اوي ممكن تتكسر مجرد بس ان انا لو لقيت بطاطس لازق في بعض بحرف المعلقة او المقصوصة وبوسحهم من بعض ما بقلبش خالص لحد ما البطاطس تبتدي تاخد لون بسيط اه وقتها بوطي النار يعني بخليها متوسطة وبستنى على البطاطس لحد ما تستوي بالشكل ده بتبقى لونها دهبي زي ما حضراتكم شايفين ومقرمشة جدا من بره ومستوية كمان من جوة اه الطريقة بسيطة جدا بس لازم ناخد بنا من الخطوات اه انا في البداية بخلي النار عالية بعد دقيقتين ثلاثة بخلي النار متوسطة لكن لو عندي كمية كبيرة من البطاطس وعايز اقليها على كذا مرة يبقى هعمل الطريقة دي هحط كمية الدقيق في طبق كبير وهنزل الكمية اللي انا عايز اقليها من البطاطس وهبتدي اقلبها في الدقيق اه بعد كده هحط البطاطس في مصفى بالشكل ده اه وهحاول ان انا انزل الدقيق الزيادة بعد كده هنزل المصفى في الميا واطلح من الميا على الزيت على طول بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي والطريقة دي ممتازة جدا علشان البطاطس تاخد الكفر بتاعها من غير ما تعجل مع بعض وزي ما حضراتكم شايفين مجرد بس ما بنزل البطاطس لو لقينا كم واحدة لازقين في بعض بنفصلهم من بعض بهدوء جدا وبنسيبها من غير تقليب لحد ما تبتدي تاخد لون دهبي بالشكل ده بعد كده بنبتدي نقلبها عادي جدا مش هتتكسر ولا الكفر اللي عليه هيطلع اه بنهدي النار بعد 2-3 علشان تستوي كويس وتاخد لون دهبي جميل بالشكل ده الطريقة سهلة جدا بسيطة زي ما حضراتكم شايفين كمان الزيت نضيف مفهوش طبعا الدقيق المحروق احنا استعملنا الميا علشان كده وبمكونات بسيطة جدا عندنا في البيت عملنا بطاطس زي اللي احنا بنشتريها من برا او بنكلها في اشهر المطاعم من غير مواد حفظة ولا اي مواد ضرة بالصحة اللون دهبي جميل جدا ومقرمشة وكمان طرية من جوه الطريقة سهلة جدا وبسيطة ان شاء الله لما نجربوها تعجبكم جدا كمان نقدر نعمل منها كميات ونحفظها في الفريزر لمدة طويلة لكن هنعملها نص تسوية طبعا وبعد ما هنطلعها من الفريزر هنكمل باقي التسوية بتاعتها ان شاء الله لما نجربوها تعجبكم ولو عجبتكم طريقة النهاردة ما تنسوش لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة